اللي يحب التراث، المعماري يعني اللي يحب التراث والحفاظ على التراث بالتأكيد بيبقى عنده حاجة أكتر من فكرة الهندسة والمعمار بيبقى فيه شيء جواه، لو علاقة بالفلسفة، لو علاقة بالهوية يعني متأكدة أنه حضرتك فيه شيء بخلاف الهندسة بيحركك في المجال اللي انت فيه المعماري عموماً ما يبقاش معماري ناجح إلا لما يبقى كمان مثقف شامل يعني لازم يكون بيقرأ، لازم يكون مهتم بالعلوم الإنسانية، بعلم الاجتماع، بعلم السلوك البشري ضروري، احنا حتى بندرس كلية الهندسة حاجات لها علاقة بالسلوك البشري وتصرفه من خلال العمار